مساء الخير اليوم راح أتكلم عن المليحات راح تقولولي بوحمد من هؤلاء المليحات؟ يعني الجميلات؟ شنو قصتهم؟ لا هذول المليحات هالكلمة يعني خليتها كلمة مهذبة أصالف بيني وبينكم عن المليحات المليحات انتشروا في البلد وأصبحوا من شؤون مافيا مافيا الخدمات الليلية قبل قبل في السابق بالتاريخ الكويتي كان في منطقة اسمها رميلة وهذه رميلة كانت منطقة عشيس ويمارس فيها رذيلة لكن الحمد لله صدرت القاوم من زمان السالفة هذه ونظفوا المنطقة وازالوا حل عشيش واليسكر حل عشيش في ذلك الوقت اليوم تطور الموضوع شون تطور الموضوع؟ اليوم عندنا مليحات كشخة عندهم شهادات جميلات يقدمون الدروس الليلية ويدرون شبكات داخل مناطق الكويت بس الشبكات اللي يدرونهم مو حق فلان وفلان حق الهاي كلاس تشوفونهم في مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون بعلمرات في التلفزيونات يتكلمون عن مشاكل المجتمع ينتقدون شوية في السياسة ينصحون في بعض الأحيان الحكومة يتكلمون في القانون وهم في الأصل يقدمون الدروس الخصوصية الليلية بكل حرفية وفي بعضهن دخل عالم الفن من أوسع بوابه ولهم دعم خاص من بعض المنتجين لها النوعية من المليحات الظاهر هالمليحات فيهم البركة عند البعض وطبعاً يستخدمون التواصل الاجتماعي باستمرار من هالمليحات تقول أنا بسافر المكان الفلاني بلتقي بالمكان الفلاني بروح المؤتمر الفلاني أنا بروح يهني بيهني عندي مقابلة مدفوعة الأجر هي دافعتها بقابل فلاني وبسوي شيء في الدولة الفلاني لكن الحقيقة سرها السفرة هي حتى تستكمل عملها في الدروس الخصوصية في الفلال الخاصة وفي الفنادق الخاصة تحت مسمى أنها صاحبة مجتمع أو نراية مجتمع وعلاقات اجتماعية وللأسف تطور الموضوع أن بعض من الهاي كلاس عساس يفيدها المليحة وولاءها يعينونهم في مكاتبهم الخاصة والحسابة تحسب المليحات للأسف صار لهم دور كبير في فساد المجتمع من خلال أجرون عمارة أجرون ذلل الفنادق يوفرون المليحات صغار العنونات للأسف للأسف يهتمون في البنات اللي يدمنون على المخدرات ليش حتى تروح لما تكون بالجامعة أو تكون في الكلية أو تكون يصيدون البنات خاصة لعندهم اللي عندهم مشاكل اجتماعية وسرية طبعا تعزمها على قهوة وأنا ضبطتش بعدين مخدرات مواد مخدرة ثم يتلونها حق سهرة ليلية وبعدين اللي يصير تروح حق فلان وفلان وكل خميصة ويمع لهم سهرات في شقق خاصة لممارسة الصالونات الثقافية الليلية الحمرة ويحضرها كبار الشخصيات وحدة من هالمليحات اللي رح أتكلم عليها اليوم هي مليحة شبيرة هي وافدة من صوب أفريقيا عساس ما أذكر الدولة باني يقولوني بح ما تسيل الدولة هذه المليحة العربية من أفريقيا أقوى من المندوب النائب تمشي أكبر المعاملات وما في باب يتسكر عليها وإذا دقت على الفلان المعاملة تمشي تمشي وغصبا عليك تمشي تمشي وللأسف أبلغوني أحد الشخصيات إن في تليفونها مشاهد لها السهرات ووصلت إن البعض من الوصاخة اسمحوا لي بهالكلمة إن اللي يرقصون من البنات في هال وتصور هذه المشاهد مع هذه المشاهد ويكون في تليفونها ليش يا مليحة قالت لي يوم يقول هذا المسؤول لا طبعا إذا صار لشته لهم مخيمات كشخة هاي كلاس في لشته هالمخيمات هي مخيمات سبع لجوم وأمس واحدة منهم حطيتها بتقريبنا عساس الليالي الشتاء الباردة الجميلة وتدفع مآلاف للمخيمات هذه وتديرها المليحة العربية طبعا إذا تبي جنوس شميلات عساس المسؤول بالسهرة الحمرة وصبعا إذا صار الصيف وقت السفر تذاكرها وتذاكر المليحات اللي وياها في أوروبا وحس الفنادق وحل الفيلل باريس سويسرا كل مكان طبعا الشياب ومنهم خليجيين ترى يحضرون هالأماكن اللي توفرها المليحة هذه المليحة معروفة عند البعض ويقصدها خاصة الشياب وهذه المليحة يقولون من ذكائها تعرف شلون تستنزف من جيوبهم وللأسف أن هذه المليحة لها عدة أماكن شقق وشالهات للدروس الخصوصية الليلية في مناطق ما تخطر على البال وطبعا مدام يساندها البعض القانون القانون ما يصوبها ما يصوبها لكن أقول للمليحة هذه وغيرها من هم على شاكلتهم والله لو سير بحساباتكم ملايين آخرتكم زفرة آخرتكم بشعة للأسف أن بعض المسلوب لما يوصل من العمر عتية يصبح حمّة للأسف الكاس والعفة في هالزمن صارت رخيصة وعلشان عيون للشعير كل شي يهون فأقول من على هالشاكلة هن وأقول لها عمدة المليحات العربية مهما سويت ومهما وصلت مكانتك أنت وحدة زفرة ونهايتك زفرة وقبرت بإذن الله أدعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال فأصل ورجع لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر